السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفاجأة عجيبة في ظل عرش الرحمن صدق أو لا تصدق تعالوا نعرف بعدما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أكيد كل واحد فينا يتمنى إن يكون يوم الإيامة في ظل عرش الرحمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أحوال أكثر الناس يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم بمجموع الأحاديث قال يحشر الناس يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا أي غير مختونين والشمس تدن فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما تخيلوا ثم يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام يعني مع كل سلسلة سبعون ألف ملك يجرونها فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم في ظل هذه الأحوال في سبعة أنواع مش سبع أشخاص سبع أنواع من الناس من المؤمنين يكونون في ذلك الوقت في ظل عرش الرحمن يأكلون تلك الوجبة الوجبة الأولى التي يأكلها أهل الجنة يأكلون زيادة كبد النون أي زيادة كبد الحوت ثم يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخلون الجنة خلف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ما فيش ظل يوم الإيامة إلا ظل عرش الرحمن إيه هم السبع أو مين هم السبع إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد طبعا نفس الأجر تاخد المرأة لو بتصلي الصلاف وقتها في البيت تاخد نفس أجر الإنسان لقلبه معلق بالمساجد ورجلان تحاب في الله كلمة رجلان أو مرأتان ورجلان تحاب في الله فاجتمع على ذلك وتفرق أو افترق على ذلك ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه ثم آخر رجل ورجل يعني رجل أو امرأة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا المفاجأة هنا بقى لا أنا عايز أقولها هي إن هم سبع أنواع في منهم أربع أنواع بفضل الله سبحانه وتعالى أعملهم تحتاج إلى المداومة والوقت والجهد على مدار العمر حتى يكونوا في ظل عرش الرحمن من هم الأربعة دولة اللي هم الإمام العادل على سبيل المثال ده أول واحد والإمام العادل يعني معناها أوسع من معنى الحكم وإن كان يعني أعلاها هو الحاكم لكن الإمام العادل تشمل كل إنسان عنده رعية استرعاه الله إياه زي الحاكم زي الوزير زي المحافظ زي المدير أو زي مديرة في مدرسة بنات أو زي رب المنزل أو ربة المنزل المسؤولة عن أولادها أو زي الرجل اللي عنده أكتر من زوجة فلابد أنه يكون عادل ما بينهم يبقى إذن الإمام العادل تشمل كل إنسان استرعاه الله رعية فعدل بينها الإمام العادل دي تحتاج إلى أنه يفضل عادل طول عمره يعني مش بعادل سنة ومش عادل سنة لا لازم يكون عادل العمر كله علشان يكون في ظل عرش الرحمن النوع التاني أو تاني صنف هو شاب نشأ في عبادة الله فما ينفعش نقول إنه نشأ في عبادة الله ويكون في ظل عرش الرحمن وهو سنة بيصله سنة آتع أو شهر بيصله وشهر آتع أو بيقرأ القرآن النهاردة وسابه لمدة سنة إنما شاب نشأ في عبادة الله يعني محافظ على الفرائد محافظ على ورد الكرآن بيحافظ على أذكار الصباح والمساء والنوم بيحافظ على بر الوالدين على صلة الرحم إلى غير ذلك من الطاعات شاب نشأ في عبادة الله ما قالش في الصلاة فقط ولا في الكرآن فقط إنما في كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى فدي تحتاج أيضا إلى مداومة رقم ثلاثة رجل قلبه معلق في المساجد ما نقدرش نقول إنه قلبه معلق في المساجد لما يروح يصلي صلاة واحدة في المسجد إنما المقصود هنا بيصلي الصلوات الخمسة في المسجد والجمعة تمام ومحافظ على الصلوات ده قلبه معلق في المساجد فدي محتاجة برضو مداومة طول العمر لحد إيه لحد آخر يوم في عمره إلا إذا كان مثلا فيه ظل يعني ما بين تلك الأيام عنده ظروف مرضية أو غير ذلك فهو معذور إنما طول ما هو سليم لابد أن يكون محافظ على الصلاة في الجماعة فدي محتاجة مداومة لقم أربعة رجلان تحب في الله اللي تحب في الله ما ينفعش يحبه بعض النهاردة ويكرهه بعض بكرة لابد يكون فيه حب في الله دائم فدي تحتاج أيضا إلى مداومة طول العمر فالأربع أعمال دولات أو الأربع أصناف دولات دول محتاجين في أعمالهم إلى المداومة لكن المفاجأة بقى إن فيه تلات أصناف من السبعة دولات مش محتاجين للمداومة لو عملوا العمل دوت مرة واحدة في حياتهم هيكونوا في ظل العرش الرحمن شفت المفاجأة بعملة إزاي؟ يعني فيه أربع حاجات محتاجة مداومة لعمر كله عشان نكون في ظل العرش الرحمن لكن فيه تلات أعمال لو اتعاملوا مرة واحدة في العمر نكون في ظل العرش الرحمن اللي هم إيه؟ رجل دعتهم مرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله امرأة صاحبة منصب كبير وفي نفس الوقت في قمة الجمال ودعته عيازا بالله لفعل الفاحشة فقال إني أخاف الله مع إنه عارف اللي ممكن يحصل له ممكن يتسجن ممكن يتقتل ممكن ينفى من البلد ممكن يحصل في أي حاجة ممكن أسرته تضر ومع ذلك امتنع عن فعل الفاحشة خوفا من الله ومراقبة لله سبحانه وتعالى نفس المعنى تاخد المرأة هنا رجل دعته مرأة ممكن وإيه؟ وامرأة دعاها رجل صاحب منصب وجمال فقالت إني أخاف الله تاخد نفس الأجل وتكون في ظل العرش الرحمن رجل صاحب منصب كبير جدا ورجل فعز شبابه جماله حيويته صحته ودعا فتاة إلى فعل الفاحشة عيازا بالله فقالت إني أخاف الله ممكن عيازا بالله يأذيها ممكن يسجنها ممكن يعمل معها أي حاجة ومع ذلك آثرت رضا الله وآثرت إن هي ما تقعش في أي معصية تغضب المولى عز وجل لو عملت كده تكون في ظل العرش الرحمن سبحانه وتعالى دي ما تحتاجش مدومة دي لو مرة واحدة عملناها في حياتنا نبقى في ظل العرش الرحمن ومش معناها ما يفحدش فيهم كلام غلط مش معناها إن أنا في مرة أقول إني أخاف الله وبعد كده إيه؟ هيزم بالله يفعل الفاحشة لا المقصود إن لو الأمر دا تعرض عليه ولو مرة واحدة في حياته وقال إني أخاف الله أو تعرض عليها مرة واحدة في حياتها وقالت إني أخاف الله يكون في ظل العرش الرحمن سبحانه وتعالى مش معناها إنه يرفض مرة ويوافق مت مرة ده مش المقصود طبعا يعني فالمقصود إنه لو الأمر دا حصل للواحد مرة واحدة في العمر وقال إني أخاف الله يكون في ظل العرش الرحمن العمل التاني من التلاتة بقى اللي هو محتاجين مرة واحدة يكون في ظل عشر رحمن ورجل برضو نفس المعنى وامرأة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لو الإنسان جيف مرة كده راح لحد فقير وحطي إيده في جيبه وطلعه ما عدش عشان ما هو نفسه ما يعرفش هو أنفق قده ولا تعلم شماله ما تنفق يمينه مبالغة في الإخفاء وإن يكون الصدقة في السر وصدقة السر تطفئ غضب الرب فلو عمل كده وطلع أو عملت كده وطلعت الصدقة دون أن تدري ماذا أخرجت تكون في ظل عشر رحمن بفضل الله سبحانه وتعالى وممكن الموضوع ده نعمله مرة واحدة في العمر شوفها ديه مش معنى كده أن احنا ما نتصدقش لا أن نتصدق على طول لكن أقصد أن احنا نعملها ولو مرة في العمر نطلع من جبنه وما نعدش حتى لا تعلم شماله ما تخفي يمينه بفضل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ظل عشر رحمن آخر حاجة هو رجل ذكر الله خاليا ففضت عينها كلمة رجل برضو تشمل رجل أو امرأة تمام؟ كلمة ذكر الله خاليا في ناس بتفهمها غلط ذكر الله خاليا مش معنى أن أنا دخلت قطي أو غرفتي وأفلت على نفسي وأجلست أذكر المولى عز جل وبكيت من خشة الله ده مش معناها لأن ممكن أذكر ربي في غرفتي ولا يراني أحد وحينما أبكي أتمنى أن يراني الناس حتى يمدحوني ويثنى علي يبا كده لم يذكر الله خاليا وممكن نفس الإنسان ده يكون بيصلي في الحرم في وسط أربعة مليون مصلي وهو يبكي من خشة الله ويتمنى أن لا يراه أحد ولا يشعر به أحد فهو يبكي في سر ولا يجهر ببكائه ويتمنى أن لا يراه أحد يبا كده ذكر الله خاليا الملء معنى خاليا أي خاليا من حب المتح والثناء من الناس وإنما لا يريد بذلك البكاء إلا وجه الله سبحانه تعالى يبا إذن في أربع أعمال تحتاج إلى المدومة لإمام عادل شاب النشأ في عبادة الله رجل قلبه معلق بالمساجد رجلين التحبى في الله وفيه ثلاث أعمال لو تعملت مرة في العمر نكون في ظل العرش الرحمن اللي هو رجل دعاته امرأة ذاته منصب وجمال فقال إني أخاف الله يعني لو حصل موقف ولو مرة واحدة في العمر ورجل تصدق بصدقة في أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وآخر حاجة ورجل ذكر الله خاريا ففاضت عينها أسأل الله عز وجل أن يجمعنوا إياكم تحت ظل عرش الرحمن ثم يجمعنوا في الجنة في الفردوس الأعلى بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر